بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله أهلا بحضراتكم ويوم جديد وعالم من عالم تفسير الرؤية والمنام مع برنامجكم شفت منام على قناتكم المميزة الصحة والجمال أهلا بحضراتكم مرحبا بكم في يوم جديد من تفسير المنامات إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن رمز جديد هنتكلم النهاردة عن إشارات جديدة أتمنى من حضراتكم تتواصلوا مع البرنامج على تليفون اللي هيكون موجودة على الشاشة علشان إن شاء الله نقدر نساعدكم ونفسر منامتكم مع شفت منام اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم عن رؤية الألوان في المنام بس قبل ما هتكلم على رؤية الألوان في المنام أنا بعزي في شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله العزب إمام وخطيب السيدة زينب إنسان من أحباب سيدنا النبي وآلة بيته قرام عدت معاه في مرة أو جلست معاه في مرة وكان محب لسيدنا النبي أوي 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 ومحب لآلة بيته قرام أنا من هنا بقول له الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل مسواك الجنة وأكيد حبيبك اللي انت كنت بتحبهم في الدنيا سيدنا النبي وآلة بيته القرام اللي انت كنت بتحبهم تمدح فيهم مستنينك الله يرحمك ويحسن إليك الشيخ عبد الله العزب إمام وخطيب مسجد السيدة زينب الله يرحمك إن شاء الله النهاردة أهلا بحضراتكم النهاردة في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن رؤية الألوان في المنام تعالوا معنا كده هنفصل ألوان كتير يا رب نقدر نحصر عدد الألوان لأن الألوان طبعا كتير والألوان خلق من خلق الله سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا كون كله خلق لنا الدنيا كلتها وسخر البني آدم سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى سخر لك كون يا بني آدم سخره لك عشان تتهنى تتمتع تاخد منه كل اللي انت عايزه فأهم حاجة يحمد ربنا وقول الحمد لله ودايما على طول تصلى على سيدنا محمد اللي طلعنا للنور وأخرجنا من الظلمات ونوّلنا الدنيا كلتها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة هنتكلم عن الألوان والألوان طبعا كلاتنا عارفينها أنه هم ألوان كتير سبع ألوان أبيض أخضر أصفر أزرق أسود لبني مشتقات الألوان كلتها طيب النهاردة هنتكلم عن لون ونبدأ باللبيض ربنا يجعله أبيض علينا وعلى شعبنا المصري وعلى العالم العرب كله ورب العالمين ونتكلم عن اللون الأبيض في المنام كثير مننا يشوف أنه هو ملابس بيضة كثير مننا يشوف ضوء أبيض كثير مننا يشوف اللون الأبيض اللون الأبيض في المنام لون جميل لون الهدوء لون الراحة لون الإطمئنان يعني إيه اللون الأبيض في اللي منام لما حد يشوفه كده على طول يستبشر خير إن ربنا سبحانه وتعالى بيبشره بخير بيبشره بهدوء في حياته بيبشره بتقى وإيمان لأن اللون الأبيض بيقوله عليه إنه هو سيد الألوان بيقوله على اللون الأبيض إيه؟ سيد الألوان طيب كثير مننا طبعا بيشوف نفسه إنه هو بيشوف بيلبس لبس أبيض أو أنسة جميلة كده بتشوف إنه هي بتشوف لبسة فستان أبيض على طول بقول لها الفستان لو كان مكتمل لو كان شكله جميل في المنام وأبيض لزواج لكي من إنسان هيكون طيب القلب هيكون إنسان جميل أوي 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 مناسب هيكون يعني هيخلى حياتك حياة طيبة جدا جدا وجميلة طيب هنتكلم تاني على أنا أختصر لكم بصرع عشان نقدر نفتكم أكتر طيب معنا اتصال معنا الأستاذة نورة من ناجي حمادي السلام عليكم معنا نورة من سهاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة نورة والله الحلم التاعي يعني حضرتك أنا حلمت بعنب المتوصف أنا يعني جاعد جنبه وهو اسمه حلمي فأنا يعني جاعد جنبه وهو يعني إيه مش واخد باله مني طب تاني أستاذة نورة معلشي ممكن تاني تعيد الملام تاني معلشي ماشي أنا جاعدة بتتعمي أنا جاعدة بتتعمي وعمي دتي متوفي الله يرحبه يعني إيه آه وهو بعد كده إيه جاد يعني على ريجو بيت وشغالي ملس على رسها وأنا بابطة عالية فهو إيه يعني مش واخد باله مني بيملس على رس مين يا أستاذة نورة بيت صغيرة يعني نفوت هي داي بيت بيت كم سنة كم سنة يعني زي كده عشر سنين الله الله كميلي كميلي آه وبعد كده إيه رحان يعني كل هفة بصة عالية بس إنه هو إيه يعني بيملس عليها بزهل ومش واخد باله منك تمام وبعد كده إيه فيه على يعني نحنا مجنبين على ديك يعني وجنب مننا على ديكة ساني ابن عمي تمام فبعد كده إيه ابن عمي ديك إيه يعني أنا بصت كده على نفسي طي projeto اللي كت على نفسي إيا بطانية عملت إيه بطانية لا مش سامع علي بطانية بقولنا آه عليك بطانية آه والبطانية داي يعني إيه بجيت مغطية نسي بيه وبعد كده إيه بجي بجي ابن عمي دي تاي يعني إيه موجود معايا انا من داخل البطانية. تمام. وبعد كده انا لقيته يعني باطس علي وبيضحك. وفي الحلم اللي رميونه عالتالية. تمام. بس بردك نسيت حاجة انا قولها في الاول عشان يقبل حلمه مضبوط بردك انا بديت على رجل بردك جاد اختاي ده يصغير اعمال. وبردك انا يعني بتحق وبتكلم معها يعني ايه جبل حفة البطانية ده يعني هو يعني يبدأ معي زيك ده يعني. تمام. وخلص الحلم على كده يعني وشكرة. استاذة نورة. ايوة نعم. متزوجة ام انسة يا استاذة نورة. لا انا انسة. انت انسة. اه. ربنا يفرحك اسمعيني من التلفزيون. اه. هجاوبك ان شاء الله واعبر لك منامك بازن الله. طيب الاستاذة نورة بتقول ان هي شافت عمها المتوفي معها بنته صغيرة. ويعني بيلمس على شعرها وابن عمها والبطانية اللي هي فيها وابن عمها معها وبيبتسم لها وعينه عسلية. انا من مختصر المنام يا استاذة نورة. ولما سألتك ان انت انسة. الحمد لله ان انت انسة. هذا بشارة لحضرتك. رؤية الميت اذا جاء. وانا اقول على طول. بقول على طول. رؤية الميت. اذا جاء مطابقا للكتاب والسنة. بعرف ان هي رسالة من ربنا. يعني ايه من الكتاب والسنة. يعني مفيش خلل فيهم. مش من الشيطان. ما جابش حاجة وحشة. هنا الميت ما جابش حاجة وحشة. ما قاعد بنته صغيرة. وبيحس على شعرها او بيططب عليها. والطفلة الصغيرة. هنا دنيا سعيدة جدا جدا. لمين؟ لنورة. لانها هي اللي شافت المنام. عمها المتوفي ده جاي بيبشرها بدنيا سعيدة. بخير. بفرح. طيب البطانية هنا. البطانية في المنام هنا جميلة قوي قوي. لو اتكلمنا على البطانية هلنعوزلها حالة ان شاء الله. البطانية او اي حاجة فاصوف. بتكون فيها فرج. بتكون فيها خير. بيكون فيها مفاجآت كبيرة جدا جدا لصاحب المنام. ولكن البطانية هنا احنا في توقيت صيفي. تمام كده؟ بيدلل لان ممكن يكون الاستاذة النورة بتعاني من بعض اللخبطة وبعض الضائقات شوية طبعا لاننا ما ينفعش ان احنا نتغطى او نستعمل البطانية في الصيف. يا رب يكون ايه اللي يكون المنام ده في الشتاء. ولكن اكيد هو قريب. فهنا انا ببشرها بس لرؤية البطانية قريبها اللي معاها في نفس البطانية وبيبتسم لها وعينه عسلية. ده دليل على امر مهم جدا. على دليل ان الشخص ده شخص كويس. ممكن الشخص ده انما يكون معاها بيفيدها في امور او ممكن يكون مهتم بها او ممكن بيساعدها في امور كتيرة. ولكن مختصر المنام ببشرك. ببشرك بفرحة وسعادة جيالك قريبا جدا 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 في بيتك. والله اعلى واعلم. طيب معنا اتصال تاني الاستاذة هاجر من الجيزة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. اقف في حتة فيها شبكة يا استاذ الفاضلة. اقف في حتة فيها شبكة. اوعي تقطاع الاتصال. عايز اسمعي. تمام حضرتك كده. ايه تفضلي. صاحبتي اتخابتنيente يعطي حل NueNTech،ي فكل اخي ان انا آآآآآآآآآآآ ملي اللي سكنت قريتني اتخابتك ملي اللي سكنت قدامك؟ ساحبتي اتخابتلي حل الم دا اسمها اى هآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وكانت بتلمع فبتقول لي الله إيه العداية دي فكلها حلوة قوي فبتقول لي انت راحها فين بقول لها مخارجة فبتقول لي طيب هو فين ابنك بقول لها دا مع بابا فوق قالت لي إيه دا هوا انت رجعت فيله قلت له آه الحمد لله احنا رجعنا وكويسين بس عندي حلم تاني انت حضرتك منفصلة؟ أو بقالك إدي إيه؟ 3 ثلاث سوء عايزة ترجع لجوزك تاني صح؟ أوه هو في مشروع رجوع بصراحة آه إن شاء الله هترجعي ويكون في خير بس إن شاء الله بعد ما تقول لي منامك التاني هقول لك تعمل إيه؟ تفضلي قول لي منامك التاني آه بابا صاحبتي آه حلم لي معلش اسمه إيه يا فندم؟ آه اسمه حسن اسمه حسن الله الله تفضلي آه حلم لي آه إن أنا آه بقاء طريقي إنه جاي وبيقول لي أنا عاوز البنت أنا ما عنديش بنت أنا عندي ولد بس كأن هو إبني تمام آه إن هي بتحردت فاهم قصدي تمام تمام آه صابق صابق يعني هو حولك حولك ابنك لبنت لبنت في المنام في المنام في المنام تمام جميع بقلهم إنتو آه بقولهم إنتو آه بنتي فأما موت في عطار ده إن هو ياخد بنتي لو آآ فاقلتلها خلاص يا ماما معلش مين المعترض يا فندم؟ مين المعترض؟ والدتي والدتي؟ إن هي تبنتي لبابا لبابا طالقي تمام فاقلتلها معلش يا ماما آآ ادغولوا يا آآ يلازم يشوفها هو برضو جدها فجرنا ده لو حلمني الحلم بيقول له لا بيقول لي خلاص خليها ياخدوا يشوفها طيب ماشي المهم راح الجرنا ده لقى واسعة قوي وجميلة بيقول لي بشتشاقتنا جميلة وحلوة إزاي؟ حمد لله على شفيتهم هم حمد لله وأما شاقتنا حلوة قوي وواسعة حمد لله والمربع برضو كان واسع حمد لله بس حماية خد البنت ومشي وانا عطا عيط وقلونا هو خد بنتي ومشي ليه؟ آآ بس خلاص خليه أخدها خليه هو يربيها تمام بس يفنك طيب أنا أسألك سؤال بعد إذن حضرتك ممكن؟ طيب فسر أنت حضرتك طبعا بتقولي دلوقتي فيه مشروع للرجوع تاني تمام كده؟ بزاق بزاق مين من عندكم يخص كنتي يعني قلقان ومش موافق؟ ممتك ممتك في المنام فعلا كده؟ ممتك فعلا كده وأهله برضو مش موافقين وأهله مش موافقين؟ آآ عشان كان فيه فيه مشاكل في السابقنا بس لما قلهم خلاص يعني ما اعتردوش يعني بس هم كان في الأول مش موافقين لا يا فندم أنا شايف أن المنام ممتاز جدا وشايف المنام لو ماما بتسمعني دلوقتي بقول لها اهدي ولازم أنت ترجعي لأن إن شاء الله في خير الولد طب اسمعيني من التلفزيون وإن شاء الله أعبر لك منامك إن شاء الله طيب يا أستاذ الفاضلة يا رب بكون مامتك قاعدة جنب منك بتسمعك رؤية الأستاذة صديقتك اسمها أمنية والحج اللي هو أبو صديقتك اسمه حسن ده اسم جميل اسمين جمال أمنية أنت بتتمني أماني أماني أو إيمان أماني هي من الأمنيات أنا باخد الإسم على طول بفصله لصاحب المنام فهنا أمنية أنت بتتمنيها وربنا سبحانه وتعالى سوف يحققها لك بأمن وأمان حسن من الحسن من الجمال إن ربنا هيحسن لك أمرك إن إن شاء الله ترجع تاني لزوجك مش شرطه هم اللي موافق موافق واللي مش موافق موافق ولكن رب العالمين إن شاء الله بالمنام ده إن شاء الله هيحقق لك أمر ومراض طيب جدا جدا وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله هيفضى عليك بقرمه وبلطفه وهترجع تاني لزوجك له لأن الولد تحول لبنت أنا بحب البنت في المنام جدا دنيا بتبقى خير بتبقى فها فرج بتبقى فيها قرم فها أمور طيبة جدا ببشرك يا أستاذ الفضلة إن انت إن شاء الله أيامك هتتغير حالك هتتغير هيبقى فيه فيه أمور جميلة جدا والله أعلى وأعلم أبشير إن شاء الله طيب معانا الأستاذ هدى من الشرقية سلام عليكم معانا الأستاذ هبة من الشرقية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيك يا أستاذ هبة الله يسلامه وتبقى حضرتك منورة الصحة والجمال الله يخليك منورة بحضرتك ومنورة بصحابها إن شاء الله تفضلي كان عندي حلمين صغيرين كده بالتصور انت تؤمرين تفضلي الحلم الأولاني كان جوزي شاك إن أنا كأن عند أهل وأهل كلهم قاعدين في ناحية وأنا محبوظة كأنهم حاكسين في قوضة تمام آآ آآ كسر الباب والقفال وكده آآ طلعنا ساذ هبة أي هترد علي بأمانة أنت أحوالك إيه مع جوزك؟ جوزك لقيكي؟ ولا أنت بعيدة عنه؟ لا الحمد لله كوي سنع بعد الحمد لله يا رب طبعا كان في الوقت اللي فات دول متاع المنام كانت كنت أنت بعيدة شوية طبعا من المشاكل والدينة اللي كانت منخبطة معاك صح؟ طيب أقولك على مفاجأة جميلة جدا جوزك لما يكسر الجدار عشان يجيلك وعشان يوصلك دي دليلة على أمر مهم جدا هو إيه؟ أن زوجك بيحبك جدا يعني عايز يعملك حاجات كتير قوي ولكن ممكن ما يكونش قادر يعبرلك تمام كده؟ ولكن خلي بالك منه استوصي به خير وهو إن شاء الله بيحبك جدا جدا وخلي بالك منه قوي لأن المنام كان جميل جدا أنه هو عايز يوصلك عايز يطلعك من اللي أنت فيه من دقيقات ممكن تكملي منامك الثاني؟ يعني حلمت إن أنا كأن رجبة عربية مع والدتي هي والديتي متوفية الله يرحمها كأن رجبة عربية وهي بيت توقها وبعدين رحنا لبيت أنا معرفوش مش بيتنا بس أنا كأنها قاعدة فيه وقاعدة نصف الصولة وبعدين بدور على مامس راحب فين لقيتها قاعدة على السلالم بس السلالم لقيتها عالية جدا لقيت السلالم بيتها عالية جدا وهي قاعدة على السلالم كده من فوق وأنا كنت جوا باكنف في السلوم جميل 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 ماشاء الله أنا عايز أقلك سؤال أي أنت عندك إيه من لخبط دلوقتي أو رزق قليل أو فيه حاجة عندك من لخبطة؟ هو موضوع الحمل آه 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 صح موضوع الحمل طب اسمعاني من التلفزيون إن شاء الله جاوبك طيب الأستاذة الفاضلة بتكنس البيت يا رب طبعا تسمعاني؟ أنا ببشارك جامد قوي 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 أن حضرتك لما تكنس البيت ومامتك تكون معاها عربية وإنت ركبة وماما بتصوء العربية وإنت ركبة معاها وبتكنس بيتك دي دليل على أمر طيب جدا دي دليل على فرج جايلك في الطريق لطبعا كلاتنا عارفين أن النظفة من إليمان إن طبعا لما يكون الدنيا مكركبة الدنيا فيها أوساخ مش مصبوطة مش نظيفة وأجا نظفها يحصل هدوء وأجا نظفها أرتاح نفسيا أجا نظفها الدنيا تتغير معايا من قلق وتعب وتفكير في أمور أنا عايزاها إلى فرج إلى قرم أنا ببشارك هنا إن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله إن شاء الله يفرحك ربنا هيكرمك وهيرزقك بحمل بس بعد إذن حضرتك لي يطرب من حضرتك إذا كان في استطاعتك أتمنى من حضرتك تخرجي صدقة لله تخرجي صدقة لله بنيت إن ربنا يرزقك الأطفال ويرزقك الحمل قريبا جدا جدا اشتغل مع ربنا دايما نقول ودايما كل اللي بيكلمني محتاج رزق محتاج تحملي محتاج تختنى محتاج ربنا يشفيك محتاج إن ربنا يذهب عنك ما أنت فيه تصلى على سيدنا النبي وتخرج صدقة إذا كان في استطاعتك أعزائز الفضلات تعملي أضحية تتباحي اتباحي بنيت إن ربنا يرزقك ما تجربيش ربنا لأ بنيت إن ربنا يرزقك واشتغل مع ربنا هتلقى ربنا بكريمك أوى 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 بيفرحك والله أعلى وأعلم منام مبشر للخير طيب إحنا كنا بنتكلم عن الألوان وكلمنا عن اللون الأبيض وهنخش على اللون الأزرقة طيب بس ناخد محمد من الإسماعيلية ومحمد على رأسنا وأهل أحمد وأهل الإسماعيلية كلاتهم على دماغنا طيب الخط قطع نقس أفريكا وزي أحمد ياريت تعود تاني للصال عشان نسمعك ونسمع منامك أكيد هيكون فيه بشوارة جميلة لحضرتك طيب إن شاء الله هنتكلم عن اللون الأزرق في المنام واللون الأزرق هنا في المنام بحسن عنه كتير وتكلموا عنه مفسرين كتير ولكن منهم من شكر فيه قوي 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 وقال لك اطمئنان وراحة وخير وكذا 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 ليه لأنهم بيقرأهم عن طريق الكتب اللي موجودة دلوقتي والكتب طبعا على جماغنا من فوق فها علمه مؤكد ولكن الكتب ما شرحت شيء اللون ده بالزاد بالتفصيل ليه لأن اللون الأزرق اللون القحلي له مشتقاط ايه مشتقاط يا أبو يحيى أول حاجة اللون اللي هو السماوي اللي هو لون السماء ده لون منه بعد كده فيه غمقان شواء نقول عليه اللبني بعد كده نخش في الأزرق وبنخش في اللون القحلي ممكن زي الأمص اللي أنا لابسه دلوقتي طيب أنا عايز أعبره صح أعبره بعلم أعبره من القرآن الكريم يقوم إنسان يشوف في المنام إنه هو بيشوف منامه إنه هو لابس لون أزرق ولون كحلي يجي مفسر يقوله ده جميل وكذا وكذا والمنام في إشارات لازم المفسر أو المعبر اللي هو موهوب من عند ربنا يبينه عشان ياخد باله بسرعة جدا المنام لا يستهام به يأتي في آخر الزمان والمنامات تتحقق لأنها من رب العالمين ما عادش فيه معجزات سيدنا النبي قال كده تذهب المعجزات وتبقى المبشرات ما هي المبشرات يا رسول الله الرؤية الصالحة يراها العبد أو طرى له ممكن أشوف لك منام ممكن أشوف لنفس منام فلازم على طول أشوف مفسر يكون شاطر يقدر يفيدني مفسر يكون معبر عنده هيبا من الله علشان الرموز دي فيها إشارات بتبقى مهمة جدا من رب العالمين طبعا بتبقى بتكون الإشارات دي مخفية مش معلومة للإنسان المعبر بيجي هنا بيعبرها من إخفاء لإظهار يعني بيخليك تعرفها بسهولة جدا طيب اللون الأزرق في المنام أنا بتكلم على أوله وهو اللون السماوي اللي هو لون السماء على طول أي حد يشوفه راجل ستة أنسة مطلقة متزوجة أنا ببشرها بخير كبير أوي 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 أيوان اللون السماوي في خير كبير طب معنا اتصال معنا الأستاذ سامية من البحيرة أيوة أهلا يا فندم السلام عليكم يا أستاذ سامية عليكم السلام ورحمة الله بات بحيان مرحبا وزيز أهلا بحضرتك بس على صوتك شوية أنا حلمت النبط مكبير نعم يا فندم حلمت النبط مكبيري ونسبت لها حزة حديدة كبيرة اللي هي الاثنين كيلو بتاعة المواجين دي تمام أهلاé فيها إيه اللي فيها رمل وزلط إيه اللي فيها رمل وزلط ورقة كان فيها رمل وزلط تمام ورقة فيها رمل وزلط نزلت من بطن الوكرة فرسرت مبصت على المرأة اللي جات حد واضي فتحركت ونزلت نزلت نزلتي ايه معلشي؟ نزلتي ايه؟ نزلتي بطني نزلتي جلبيتي على بطني ايه؟ اه يعني سطرت نفسك؟ ايه تمام بدو نبص على بطني نشوفها تانية كبيرة ولا تانية ولا صغرية لو هيت ناس واكبر سننزلها دو تمام فيه تقريب كمان حين تانية لا استنيني بس استنيني طب خير ان شاء الله خير كنت اتمنى ان انا اتواصل معاك بس شكل حضرتك تعبانة جدا وم بتعاني يا رب يشفيك يا رب وبجد يا جماعة كل اللي بيشاهدني دلوقتي او بيشوفني اتمنى من حضرتكم الدعاء لاختنا الفاضلة ان ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنها الشر ويبعد عنها المرض او التعب الاستاذ الفاضلة شكلها ان هي بتعاني من حمل كبير اوي اوي شكلها ان بتعاني من ضائقات او من شر يعني صايبها فاتمنى من رب العالمين ان ربنا يبعد عنها هذا الشر وبقولك يا استاذ الفاضلة اصبري ويدع ربنا جامد اوي اوي ارفع ايدك لرب السماء والارض ويدعيه ان هو يصرف عنك ما انت فيه اتمنى من حضرتك على طول تدع ربنا سبحانه وتعالى طيب عايزك تقول الدعاء ده عايزك تقول الدعاء ده وان شاء الله ان شاء الله بسر سيدنا النبي وببركة هذا المكان الطهر الجميل ربنا ان شاء الله يصرف عنك وعن اي حد بيعاني بسوا جماعة دعاء سيدنا الخضر بيقول ايه بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله ياريت لو حد بيكتب يكتب بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف الصوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله عارف يا جماعة هيقول الدعاء ده فيه فرق كبير جدا فيه حلاوة فيه خير هيشوفه بس يقوله كتير دعاء سيدنا الخضر فيه بركة الدعاء الى الله سبحانه وتعالى بيفتح الابواب ربنا يشفيكي بعد اذن حضرتك استمر بهذا الدعاء وعليك بقول لا حول ولا كوة الا بالله العليه العظيم والله اعلى واعلم وياريت ياريت لو تعرفت اتصل تاني انا منتظر حضرتك ومعنا اتصال تاني الاستاذة مروة من القاهرة السلام عليكم عليك والسلام ورحمة الله وبركاته استاذة مروة ايو بعد اذن حضرتك عندي حلمين ممكن اقولهم حلمين اتفضلي شفت اختك ايه؟ شفت نفسك عند اختك طب بعد اذن حضرتك اوقف في حتها فيها شبكة اوعى تقطع اتصال راح تجيبي فستان وجزمة اقف في حتها فيها شبكة بالله عليك طب ممكن طب ماشي تفضلي بقول لحدك شفت انا واختي راح تشتري في حتها في حتها تمام تمام راح تشتري في حتها في حتها بيكون لون جميل بيكون في رزق بيكون في فرق كبير جدا في خير للبنت المتزوجة المرأة المتزوجة المرأة المطلقة التاجر الرجل اللون جميل اول يشوفه في المنام بيبشر بالخير بيبشر بالرزق طيب هنا هخش على اللون الغامق شوية الازرق والكحلي انا بخاف من اللون ده جماعة بالرغم ان انا كرأت عنه بحثت عنه في بعض الكتب كتير فلقيته بقولك انه هو حلو وجميل جدا طب انا والناس اللي كتبوا الكتب دولا انا هطلع احسن منهم لا ابدا معاذ الله ده هم على راسي من فوق وعلماء احسن مني بمليون الف مرة انا ما جيش جنب منهم حاجة اصلا انا حاجة زوالنا كده تغيره ولكن هم علماء علماء كبار جدا جدا ولكن انا عبرت اللون ده بتطبيق طبقته اتعبر معايا مع اكثر من ناس كتير اتعبر على اقارب اتعبر على ناس كانت بترنى علي وتحقق زمنه عبرته بالظبط او فسرته بالظبط طب اللون الكحر ده او الازرق بيعبر بايه ما بحبوش بيعبر بالتعب بيعبر بالهموم ممكن الانسان لو شافه يصيبه مرض يصيبه بعد الضائقات اللون ده مش كويس اللون ده مكتوب في الكتب انه هو حاجة جميلة جدا جدا بس ممكن يكون مقصد اللي كتب الكتب الخارجية انه ممكن بيتكلم على اللون الازرق اللي هو اللون السماوي او درجاته انما اللون الاخضر الغامق بتاعه الكحلي بيدل على التعب جامد او 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 طيب ليه ابو يحيى طيب ليه القرآن الكريم قال ايه عنه في سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخوا في الصور ونحشروا المجرمين يوم اذن زرقا يا الله فصورة طه ربنا اختص المجرمين اللي ربنا سبحانه وتعالى هيعقبهم عقاب شديد جدا باللون الازرق لا فيش كلام لونهم هيبقى ازرق جسمهم مش هيبقى مصبوط هيبقى اللون ده فضيع جدا جدا فانا هنا اللي بيشوف اللون ده في المنام بقولك قوم من النوم ما تخافش اطلب من الرحمن الرحيم ان ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك شره ويجيب خيره وعطوت زى ما سيدنا النبي قال ابص اونظر على يصاري وادفل ثلاث مرات ولا احدث به احد لعله ان الله سبحانه وتعالى يصرف عني شر هذا اللون طيب والله اعلى واعلم طيب هنتكلم على اللون اللي هو الاخضر واللون الاخضر زى ما احنا قلنا الازرق بس قلتلك يا جماعة الفاتح بتاعه جميل الغامل لا هنا انا هقول على اللون الاخضر لون الطبيعة ولون النبات ولون الزرع لون الجمال لون لبس اهل الجنة اللون ده جميل جدا جدا اللون ده مبشر للخير اي حد يشوفه يصطبش الخير كثير من اخواتنا الكرام يقولك ايه والله انا شفت في المنام ان انا برتدي لون اخضر على طول بقوله انت بتصلي اكيد وملتزم في الزكر والقرآن الكريم وكذا وكذا اقول لي فعلا انت عرفت منين ما هو اللون الاخضر لون الطوقة والايمان لون لبس اهل الجنة ما عليش هرجع تاني لللون الازرق علشان في القرآن الكريم طبعا اتكلمنا فيه فيه اثبات تذكرت وانا بتكلم معاكم على اللون الازرق في امره مهم جدا واقولك حاجة بسيطة جدا جدا من سنة من سنة تواصلت مع اخت كريمة عن طريق الهاتف وكانت من دولة عربية على رصنا من فوق كل الدول العربية وقصت ليه منام المنام ان كان فيه ان اخو جزها وكان المنام بيدول على ان هو محبب لهم جدا جدا وكان رجل طيب جدا وكان يأكل البقصمات وبعدين وقع فرافيت بقصمات على الارض وقع فرافيت البقصمات على الارض فهي بسرعة جدا جابت المكنسة وقعدت تنظف السجادة فبتقول لي ايه المنام ده يا ابو يحيى طبعا هي ما شاء الله عليها من اهل الطوقة والامان والغنى فقلت لها ما لون السجادة دايما انا حب اعرف لون السجادة وطبعا هنتكلم عن السجادة في يوم الايام لانها لها يوم كامل او حلقة كاملة ان شاء الله فقالت لنون السجادة نبيت في كحلي فندققت قوي قلت لها اللون الكحلي وصفولي بالضبط هل السماوي ام الغامق قلت لها الغامق قلت لها يا الله طب انت بتمسحي او بتكنسي بالمكنسة السجادة انا حضرتك اسألك سؤال اخبارك ايه الدنيا عاملة معاك ايه في بعض الضائقات او بعض اللخبطة في حياتك قلت لها بالعكس انا كواسة جدا حالة المادية كواسة جدا بسافر دول كتير اتفسح هنا وهنا والحمد للارب العالمين وهي متزوجة وست محترمة جدا ومن اهل الصلاة والإيمان فقلت لها لا انت حضرتك بتعاني من حاجة قلت تسدقني ما عنديش اي حاجة سبحان المولى سبحان رب العالمين الذي انطقى على لساني وقلت لها اذهبي وتأكدي واكشفي على نفسك اطمئني على نفسك عند طبيب انا ذات نفسي وانا بعبر المنام انا قلت ازاي ان انا قلت لها كده تكنسة السجادة وخلاص مكن هموم اونك ادروح عنها بس ليه انا قلت لها كده ما عرفش انطقنا رب العالمين سبحان الله وتعالى تبتقول لي ايه انت بتقول ليه كده انت بتخوفني ليه انا بقول لكم بحكلكم الواقع بالضبط ويقول اللى حصل ما بيننا يشهد الله علينا قلت لها مش بخوفك ولكن اذهبي الى الطبيب واطمئني على نفسك وده عادي جداً ان كل انسان بيذهب الى الطبيب يطمئني على نفسه فات شهر او اتنين وثلاثة وبتقول لي منام تانى بتواصل معايا على هاتف وبتقول لي منام تانى قبل ما تقول للمنام تانى قلت لها انت عملت ايه اطمئنت على نفسك ولا لأ بتقول لي يا بو يحيى انت مركز معايا ليه وعايزنا روح أكشف أنت بتخوفني ليه؟ قلت لها والله مش بخوفك بس اطمئنني على نفسك لأن طيب هنكمل المنام ده بعد الاتصال إن شاء الله معنا اتصال الأساسة أمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك يا أساسة أمان؟ اتفضلي معاكي للأسف الاتصال اتقطع عاودة تانية أساسة الفاضلة أسمعك إن شاء الله طيب هكمل لكم لننصيب نكمل القصة أو الرؤية علشان تعرفهم فعلا الألوان دي بتودينا الفين وتعبير المنام بتودينا الفين ولازم لازم نعبر منامنا لازم نعبره إشارات من ربنا جاية السيت قالتلي عبر المنام قلت لأ أنا عايزة تطمن عليك روحت ولا مرحتش قالتلي أنت بتخوفني ليه؟ طب ها وعيدك طالما أنت مصمم هروح أكشف السيت دي تعرفت علي الأخت الكريمة ده تعرفت علي عن طريق معبرة في عمان فقالت لها أبو يحيى وكذا وكذا وطبعا والله أنا دايما أقول لأن أقل مفسر في مصر أو في العالم وطبعا فيه مفسرين كتير أحسن مني بكتير فالستة الفاضلة لقيتها بتقول لي أنا رحت يا أبا يحيى للطبيب وكان في طبيب سوداني أنا بعيزه جدا جدا لأنه شاطر فطلب مني تحليل فعملت التحليل يا أبو يحيى ومنتظر إن شاء الله بعد يوم أو اتنين أروح يرد عليها في التحليل السيتة رحت يا جماعة للدكتور اسمعوا كلامي توقعوا لقيت إيه يا جماعة الطبيب لقى في التحليل إن لازم الرحم يستقصل فورا لسا بينبت فيه حاجة صغيرة كده غير حميدة والله هذا تم يشهد الله سبحانه وتعالى علي يا رب انت شاهد علي السيتة طيب معانا اتصال أستاذة صفاء من أسوان لسا ما استمولي أنا أمورين يا فاندي اه حلمت حضرتك إن أنا وقفة قدام باب الشجة وقفة قدام باب الشركة باب الشجة باب الشجة آه شقة شقة تمام أيها الحضرت تمام اه وجيت الإمام علي الجعفري آه الله الإمام علي الجعفري آه آه تمام طب فكر يا مولانا جيل إن رب رزقني بالوضع الصالح هرحاي بنتاني آه ربنا يا رزقني بتقولوله ادعيلي إن ربنا يا رزقني بالوضع الصالح آه آه حضرتك ورفع عيده ودعاني وقال لي إن رب بحرزك إن شاء الله وآه بس أوعي تخافي علي بيقولك إيه جلي ربنا حيرز جبني إن شاء الله بس أوعي تخافي علي ربنا هي رزقك باب بس أوعي آه أوعي تخافي علي أوعي تخافي علي أنت معكيش أولد لأ معاي بنتين معاكي بنتين أنت نفسك في ولد صح آه طيب كميلي كميلي بس بعد كده فتح تله لجاب ودخل قلت له بس أنا بخاف أنا طبي اشتبقى خاف على كل حاجة هم رجل دخل وقعد 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 معاي أختي رح بكلم آه إن شاء الله ربنا هي تاني تاني الشبكة راح التاني هتلي حتة الأخرانية دي معاي أختي بقريز بك خبرتك معاكي أختي كين؟ أه جهت معاي جهت معاي جهت معاي يعني دول لأ مستامع قطع الأخرانية بقولك خبرتك معاي أختي جهت معاي دول أختك قعدة معاكي جوة طب الاتصال تقطع هكمل لك إن شاء الله وعبل لك منامك الجميل قوي 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 طيب ما شاء الله الله وأكبر بسم الله جميل جدا منامك الأخت الكريمة اللي وقفة قدام باب الشقة وجالها إمام وخطيب عالج جعفري إمام وخطيب راجل طاهر أهل القرآن أهل الذكر أهل الفضل وفتحت باب الشقة وقعدت فيه ودعالها إن ربنا يرزقها بالولد الصالح وقال لها ما تخفيش عليه الله 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 يا ستي أنا ببشرك إن ربنا سبحانه وتعالى قد استجاب لدعائك لأن ما يجيلك شيخ زي ده أو علامة زي ده في المنام ومن اسمه الجميل ومن اسمه اللي يفرح إن ربنا سبحانه وتعالى سوف يمن عليك بالولد وهيكون ولد صالح كمان مش هيكون ولد عادي عشان كده قالك ما تخفيش عليه ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يرزقك إن شاء الله بيه هتلاقي فيه جمال هتلاقي فيه خلق هتلاقي فيه دين حفظي القرآن لما ييجي هو إحنا طبعا بنتكلم دلوقتي في علم الغيب بس إن شاء الله ربنا بيبشرك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيقولك جايلك في الطريق ما تخفيش عليه بس عايز أقولك على حاجة وأنا مصمم عليها وبقولها لكل الناس أخريجي صدقة لله إلى الفقراء والمساكين والأيتام عشان ربنا يفرحك إن شاء الله فتحت باب الشقة اسم الشيخ جميل إمام وخطيب دعية إسلامي استبشر بالخير واستبشر بالفرج مبروك عليك مقدم إن شاء الله والله أعلى وأعلم طيب هنرجع تاني للأخت اللي راح تكشفت عن طيب معانا الأستاذ المحمد من الجيزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمو أحمد يا أمو أحمد وط التلفزيون عندك واسمعاني من الهاتف اتفضلي يا أمو أحمد اتفضلي اتفضلي يا فندم اتفضلي طيب اسمعاني اسمعاني من التلفزيون إيه فل التلفزيون خالص ووطيه خالص واسمعاني من التلفزيون ماشي الله يفرحك يا رب طبت رأي يا أمو أحمد إن احنا شقة كبيرة واسعة ماشي؟ تمام ايه ففيها ايه خالص ايه دكة فيها ايه؟ دكة يعني بصة كنبة خشبة كنبة كنبة تمام لا دكة دكة في المناعد اللي بتاحت السورة دكة دكة آه تمام اللي هو زكانة في دولا تمام بس الشقة كبيرة كبيرة يعني يعني كتير كبيرة ذو يعني تمام ايه فيها ناس كتير ما يعزكم دي ناس كتير مليانة بعدين دخل الشيخ كبير شيخ كبير تعرف ايه؟ لا معرفوش شيخ كبير وفيه اتنين اتنين يعني كل واحد من الناحية اتنين اه اتنين مثلا دينا كل واحد من الناحية تمام هو عمال يفتقيد على رأس الناس اللي موجودة ويفتقيد عليهم يعني زي بكون عجرارهم تمام انا عايزة نسأل عايزة نسأل على حدا بس حاشة ان انا محروف يعني تمام بس قدين مشيت دخلت في قوضة لو ديك الشيخ ده ده ورايه وفيه بخدوا وقت ده دم دي بتقولي ايه يا فندم؟ الدخلت يعني تلمشيت من المكان الوسع ده رحت في قوضة تمام والشيخ ده الكبير ده ده ورايه والشيخ الكبير بيدور عليكي اه دخل في المكان اللي هدخلت في ماشي؟ تمام بس هبتيد رحبتش ايدي على رأس انا عايزة نسأل عرب اسما سألتش هو هبتيد على رأس وحش ناش تمام بعدين رح جلي سورة المؤمنون كل يوم ثلاث ثلاث مرات تمام بس ايدي؟ استنيني ليه قطعت الاتصال؟ الاتصال تقطع للأسف طيب انا كل اللي انا هقدر اقولهولك ان انت لازم ترك نفسك ولازم تسمعي كلام الشيخ تقرأي صورة المؤمنون كل يوم اظن ان انت بك حاجة اظن ان انت ممكن تكوني يعني محسودة مأزية طبعا احنا مش عايشين لوحدنا فيش طان في مخلوقات تانية ممكن يكون حد مثلا ازيكي ممكن تكون منظورة منظورة بحسد تمام كده وانا بخاف من الحسد اكتر من السحر ليه؟ السحر على فكرة يعني عما بيتعامل وياخد ويعمل ويدفن وكلام من ده ممكن يقعد اسبوع شهر اتنين وممكن ينفع وما ينفعش انما الحسد شعاع عامل زالبارك شعاع سريع جدا بيختار جسد الانسان فهنا انا بقولك يا استاذة الفاضلة ارقي نفسك واسمعي كلام الشيخ وقرأي سورة المؤمنون ثلاث مرات شوف قالك ايه؟ عارفة ليه؟ لان الشيخ ده ممكن يكون هاتف من الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى بعتولك علاج لكي علاج لكي فاكيد ان سورة المؤمنون هتكون فيها شفاء لحضرتك فها خير فها زوال هموم فيها فرح قادم لحضرتك والله اعلى واعلم طيب اكمل لكم بقية تفسير المنام بتاع الاخت الكريمة اللي كانت من خارج معانا اتصال ام عمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخت ام عمر الله يخبرك زيحة بروتك كيف؟ ازايك يا فاند المنورة والله الصحة والجمال الله يخبرك انا عندي بقى رؤيتين عندك رؤيتين بس اتمنى ان انا اسمعك وتكون في مكان في شبكة حاضر على الرؤية اللي بنتي هي من حكمة بنتي وهي عندها عشر سنين بنتك عندها عشر سنين او حالية ان الشمس كانت طالعة سخنة جدا 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 الشمس درجة ان البيوت كلها بيتطلعة بالخالة وبعد كده جي واحد رح قال اصلا ايامها هتقوم فجأة رحت الدنيا غيمة خالص الدنيا تودت خالص وبقيت الناس كلها خيطا مستميل ايامها تقوم يحرف زر ومحد يتكلم خالص محد يتكلم حد خالص والناس كلها الانا بس والدنيا مغيمة على الاخر وما تكتو اكتو بنا يقوم اثنين وما انا انا اناك بس احنا وزينا غينا احنا كده وتفهد من النام ما عليش بعد اذن حضرتك بنتك شافت المنام ده في بلدها يخصها ولا في الدنيا كلتها لا يشافت الدنيا كلها ربنا يلطف بنا يا رب المنام ده هو المنام عام طب قولي منامك التاني استاذ الفاضل انت معايا لو لسا موجودة على الخط قولي منامك التاني طيب الاتصال اتقطع شكرا لحضرتك طيب يا رب يلطف بعباده يا رب يلطف بالمسلمين والعرب اجمعين وكل الناس يا رب العالمين الشمس سخنة جدا الشمس سخنة جدا جدا ودنيا مغيمة يا رب يا رب يبدى عنينا البلاء ويبدى عنينا الوباء المنام ده يعني لنا كلاتنا فيا جماعة بعد اذنها حضرتكم خلي بالكم من نفسكم فعلا كورونا او الوباء اللي موجود مش سهل في حاجات تانية جاية البنت الزغيرة دي عندها عشر سنين يعني طفلة قلبها طاهر طفلة ما بينها وما بين ربنا سبحانه وتعالى عمار ما تعرفش كراهية ما تعرفش حاجات كتير فالمنام ده بيؤكد ان كله ياخد باله ان كله اللي سامعني دلوقتي من جميع العالم اللي سامع قناة صحة وجماله على مستوى العالم انا بقولك كله ياخد باله كله ياخد باله من نفسه المنام ده بيؤكد ان فيه حاجات جاية وراه الله سبحانه وتعالى اعلم بها ولكن بالدعاء بالاستغفار بالصدقات بحبنا لبعضنا نرجى حقوق بعض اتمنى من حضراتكم اللي سامعني نحب بعضنا نعطف على بعضنا نشوف الفقر ونديله نشوف الياتم ونمسح على راسه ندي الحقوق لبعضها نحب بعضنا تاني ما نبعدش عن ربنا احنا بعيدنا عن ربنا ربنا جاب لنا كورونا وجاب لنا حاجات كتير ولكن ان شاء الله مصر محفوظة والعالم الاسلامي محفوظ ان شاء الله والحلقة بتاعتنا خلصت كنت اتمنى ان انا اقعد معكم اكتر من كده ولكن الحلقة خلصت انتظرونا ان شاء الله في حلقات قادمة مع برنامجكم شفت منام على قناتكم قناتكم المويزة اوي 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 قناتكم الصحة والجمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا